زوجات الرسول عددهن إحدى عشرة زوجة توفي اثنتين منهن في حياته وقد لقبن بأمهات المؤمنين سمى الله تعالى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين وذلك تكريما لهن وتقديرا على ما قدمنه في سبيل الدعوة إلى الله تعالى ونشر الإسلام وزيادة في رفعتهن ومنزلتهن وكان الهدف من تسمية زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكنية هو تقرير حرمة الزواج منهن بعد مفارقته وأكرمهن الله بكثير من الفضائل منها أنهن ذكرن في القرآن في الآية الكريمة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن وأول زوجة من زوجاته هي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأكبرهن سودة بنت زعمة وأصغرهن عائشة بنت أبي بكر الصديق وأم سلامة هي آخر من توفت من زوجات الرسول ترجمة نانسي قنقر